أمور غريبة عجيبة يحدث مع بعض الصبايا بالشارعية كبيرة رقم واحد تكون ماشي بأمان الله البنت ولا إلى ولا عليها فجأة يا معلم ترى شباب تصير تنزل بالشورط وتنزل بالطنورة طب انت لابس طنورة قصيرة وشورط ليش؟ مدامك انت ما بدك تبين اتخاذك وثيقانك وحركاتك ليش لابسيتهم؟ مجرد ما مرأت من قدام الشباب بتنزل فيهم ليش؟ ارحم الشباب و ارحم محالك لابس طويلة مدام انت هلقدي عملتلي فيها حزك مزك رقم اثنين الصبايا اللي بيكونوا لابسين صدر واسع مجرد ما انت وقفت معها او وقفت مع شاب عالسرية بتحط ايده على صدره او بتحط رفع الكتاب او بترفع الشانت بتخبص صدره طيب يا بنت الحلال انا مش ضد انه تلبسين اللي بدك اياه بس بنفس الوقت انت قارف نفسك تفرج على حالك بالمراي قارف انت شو بدك يا هيك يا هيك لانه اذا انت لابسيته يعني عادي بديك تفرجي للناس اذا انت بديك تفرجي شيء للناس سكري البس حاجة مسكرها و رايحة مخي وما تعجع حالك تعمل ضغط يلا رقم ثلاثة الصبية اللي بتكون طلع فول ميك اوب لابسي خزيق لازيق مخزق مفزق طويل قصير مش مفهومش هو اشي طالع اشي نازل منتجات كلها عرضي طاع الشارع طيب هون انت قليك الحرية طبيعي وحرية كمان الناس اللي بالشارعية تطلعهم ما حدا بيمنع الناس تطلع النظر ما بفيك تمنعين ممنوع يتكلم ممنوع يلمس اوكي ممنوع يتحرش ممنوع يعمل حاجات تاني اوكي حقك طبيعي ممنوع هون يعملوا هاتشي لكن مش حقك انت تمنعهم يتطلعهم مجرد ما الشباب تطلعوا عليها بتطقيها قلبة شريفة مكة بتصير تصرخ وتسيب عليهم ما تطلع عيب وما عيب وين بديوا يتطلع على كان الشاب الملتحب اللي زيو وين بديوا يتطلع بديوا يغض النظر ويطلع الملائكة لفوق 99 بالمية من الشباب مولع جمري مش شايفة قدامها وانت جاي تعصيهم على الوطر ديري بالك المنتجات طبعتك خليها لزوجك بالبيت ما تعرضيها برة وتقولي لي اه 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 فهمتي فابقى قابليني يلا باي